كان بيكلم ربنا كتير علشان يسمحه وعانى من أزمة قلبية رحل وحيد وما كانش حد من الفنانين بيسأل عليه فيفي عبده كسرت عدمه في بعضه ومش سمحها رد فعل غريب من رامز جلال لما طلب منه يساعده اشتغل كتير وعمل فلوس أكتر وضيعها على الصهر والشقاوة ابنه رحل بسببه وما كانش بيكلمه وبنته عيش في أمريكا وعمره ما طلب من حد جنيه تفاصيل مسيرة جدا في حياة الراحل عيد للفار أشهر مونولوجست في مصر يا ترى ايه كواليس حياته وايه سبب رحيله تعالوا بينا نعرف كل ده معي في الفيديو خليكم متابعين للنهاية خبر حزين جدا من ضمن أحزان الوسط الفن الفترة الأخيرة واستقبلوا الناس في مصر وبر مصر بحالة من الحزن رحيل الفنان عيد للفار اللي رسمت ضحكة على وش الصغير قبل الكبير وكان علامة مميزة قوي في تاريخ الفن المصري معداش سهل كده حقيقي ما حدش سمع خبر رحيله غير وجت له حالة من البقول اللي هو معقول خلاص راح لربنا عيد للفار عانى في آخر أيامه من أزمة قلبية جت له فجأة وقعد في العناية المركزة أكتر من 23 يوم بس للأسف حالته كانت يوم عن يوم بتسوق أكتر وأكتر لحد مفارئ الدنيا تم تشيع جثمانه من مسجد القوات المسلحة في مدينة نصر وكان متوقع يحضرها عدد كبير من نجوم الفن بس دا ما حصلش وحضر الفنان مونير مكرم وأفراد أسرة الراحل وكانت زوجته منهارة وقتها دا حصل رغم أنه كان قبل ما يرحل بفترة طلع في اللقاءات يشتكي أن الفنانين صحاب عمره محدش منهم سأل عليه خالص وكان عايش حياته وحيد مع مراته بعد ما بنته تجوزت وسفرت أمريكا قعدت هناك مع جزهة أما ابنه فرحل من حوالي سنتين وشوية وهو فعز شبابه لأنه كان بيعاني من تعب السكر وفي نفس الوقت بياخد ممنوعات وأبوه ما كانش قادر يسيطر عليه لدرجة أنه خاصم ابنه وما كانش بيكلمه لحد ما جاله خبر رحيله الخبر دا عمل هزة في مشاعر عادل الفار وكمان حالته النفسية وبقى ادي له وقع الأكبر في حياته بعد ما شاف أنه السبب في رحيله علشان كان بيدي له الفلوس اللي بيطلبها منه وانشغل عن تربيته بسبب شغله ومن بعدها وهو حالته النفسية سيئة وبالتالي الصحية بقت في النازل عادل الفار بدأت مسيرته الفنية ففي فترة التمانينات كان بيطلع يغني في الأفراح وأماكن السهر لحد ما ربنا كرمه في التسعينات وشارف أعمال سينمائية وقدم فيها دور المونولوجست وبعدها بدأ في أداء الأدوار التمثيلية بالتلفزيون الراحي العادل الفار قدر خلال الفترة قصيرة إنه يعمل اسم كبير قوي في الوسط الفني وبقى يتجاب فأفخم الحفلات وطبعا كان بياخد فلوس كتير وفعلا عمل ثروة كبيرة بس للأسف ضيعها على الشقاوة والصهر والممنوعات إنه كان بياخدها ولما كبر في السن ندم ندم عمره على العمله وقال أنا طبت خلاص وقرب من ربنا وقضى آخر كام سنة في حياته بيكلم ربنا ويصني علشان يسامحه عادل الفار رحل وهو مش مسامح الفنانة فيفي عبده لإنه في مرة وهو في بداية مشواره اطلب في حفلة كبيرة في فندق فخم وراح يعمل المونولوجست وطلب منه لعب كرة يقلدها وفعلا قلدها وقال عليها فيفي هوبا وقتها كانت ليلى علوي وفريد شوقي كانوا موجودين وفتسوا من الدحكة والسوق حظه كانت قاعدة بنت فيفي وطلعت جاري لأمها اللي كانت بتقدم فقرة فوق وحكيت لها اللي حصل فيفي عبده كان منك مدير الحفلات وقالت له ما يطلعش من الفندق وفعلا نزلت له هي والجردات بتاعتها قسرت عظمه بعض عادل الفار كان أنتيم رامز جلان ولما الشغل قصر وما بقاش تلاقي فرصة كلمه وقال له أي عم ما تشوف لنا حاجة الدنيا واقفة خالص بعدها بكام ساعة اتفاجئ أن رامز بعت له ظرفين مع مدير أعماله واحد منه والتاني من أخوه ياسر وكل واحد فيهم فيه ألفين جنيه عادل زعل جدا وحس بالضعف وبعتهم له وقال له أنا أقصد أنك ترشحني الأعمال فنية معاك مش فلوس بس رامز وقتها فأصر أنه ياخد فلوس وأمنه خيرك علي كتير الله يرحم علي بالنفار ويصبر أسرته ومراته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة